مرحبا أصدقائي من جميع المناطق والدول كل الشكر والتقدير لكم يا أصدقائي من كل قلبي على التعليقات الرائعة جدا اللي بتكتبوها واللي بتمدني بالطاقة الإيجابية بتخليني دائما أركز على القراءات ومدة بالأمور الإيجابية اللي بتدفع مصالحك إلى الأمام بإذن الله تعالى سنقع يا أصدقائي لمولود برج العذراء طبعا المنتصف الثاني من شهر 7 تموز يوليو طبعا يا أصدقائي أنا صرت أعمل الفيديو جزئين عشان ما يكون طويل عليكو لأن ما يكون الفيديو ساعة كثير يعني مبالغ فيه رح تكون القراءة الأولى اللي هي القراءة العامة والملئة بالنصائح المفيدة جدا بشكل عام مهنيا ودراسيا وماليا وعاطفيا أيضا والجزء الثاني رح يكون مختص بأمور العاطفة والدراسة والصحة سنبدأ بسحب الكروت بإذن الله تعالى بتمنى لكم حط سعيد من كل قلبي يا أصدقائي لأنكم تستحقوا كل الحب والتقدير لأنكم أشخاص رائعين جدا ومن الأشخاص اللي بتستاهلوا كل خير على طيبة قلبكو مع الآخرين وخصوصا مسامحتكو مع الناس اللي أساؤوا بحقو أكثر مولود بسامح الأشخاص اللي أساؤوا بحقو مولود برج العذراء وهاي يا صديقي برج العذراء هاي تعتبر شجاعة وقوة ما بملكها والملك لله غيرك عندون الأبراج ما شاء الله عليك سنبدأ بسحب الكروت بسم الله إن شاء الله رح يكون المنتصف الثاني من شهر سبعة مليء بالأحداث الإيجابية اللي بتصب بصالحك على جميع الأصعدة وتقدر تحقق كل الأمور الذي تسبو إليها من طموحات أو أحلام وأنت قادر أنك تحقق هذه الأمور لأنك تملك قدرات رائعة جدا من أبرزها الذكاء وقدرة الإقناع لأشخاص الآخرين بالأمور اللي أنت بدك إياها وهذا الموضوع لا تستهيم به يا صديقي برج الجوزاء عفوا العذراء في ناس كثير يعني لأنهم ما بعرفوا يقنعوا الشخص اللي أمامهم فما بقدروا يعملوا شراكات بينهم وبين الأشخاص الآخرين أو يعملوا علاقات متينة جدا مع أشخاص دون نفوذ بقدر يساعدوهم بالأمور المالية والمهنية والأكل اللي مجتهد نصيب وإنت من الأشخاص المجتهدين جدا على نفسك ودائما بتحب تكون من الأوائل ما بتحب تكون شخص عادي بتحب دائما عندك إنجازات جديدة ما بتحب يوم يعني يعدي بدون ما تكون عامل شيء أو إنجاز حتى لو كان صغير حتى لو كان نبته صغير زي وردة هيك وزرعتها لازم كل يوم تعمل إنجاز إن كان صغير أو كبير هذا الموضوع خلاك دائما متفوق على الجميع ما شاء الله عليكم طبعا يا أصدقائي للتواصل على طريقة الواتس أب بتلاقوا رقم الواتس أب تحت أسفل الفيديو بصندوق الوصف ومرات أنا بكتبه في التعليقات سنبدأ في القراءة بإذن الله تعالى بسم الله أنتم ممتلئون نشاط وحيوية وقادرين على دفع مصالحكم إلى الأمام ستبدأ بخطوة عمل أو مشروع عمل جديد حاول قبل ما تأخذ هذا القرار بشكل سريع جدا أنك تتأنى وتدرس جيدا لأنه هذا المشروع فيه شخص زينه أمامك كيف يعني زينه أمامك يا صديقي يا برج العذراء يعني يعني بالضاهة يحمس فيك عشان أنك تندفع وتقوم بهذا المشروع بشكل سريع جدا بدون ما تكون دارسه مية بالمية حاول قدر الإمكان أنك تأخذ الوقت الكافي قبل القيام بهذه الخطوة وخصوصا أنه هذا مشروع العمل الذي تقوم به رح يكون جديد وإنت ما عندك يعني خبرة بهذا المجال صحيح أنك ذكي جدا وبتعرف من أين تأقل الكتف بس هذا كله لا يكفي إذا ما عندك خبرة بالمجال اللي أنت حاب تقوم به الجديد المهني طبعا مش مقصود عندي أنه مشروع هذا يعني مش رح ينجح معك أو رح ينجح بس إذا أنك فتت فيه على الغميض بشكل سريع جدا واندفاع الأغلبية الصاحقة رح تنول الفشل بسبب أنك رح تركن على ناس من حولك أنه هم يقوموا بواجبات هذا المشروع بس عند العملي ما رح تلاقيهم جنبك ورح يحملوك المسؤولية كاملة بتمنى أنك ترد عن نصيحتي بهذا الموضوع كي أقدر دائما أدفع بمصالحك إلى الأمام ستنشغلون بأحد أفراد العائلة سيكون عنده زفاف وحفل ورح تكون أنت من المسؤولين عن هذا الحفل كتجهيزات وأشياء من هذا القبيل ورح يستشيروك أفراد العائلة بعدة أمور أنه كيف ينظموا هذا الحفل بأحد أفراد العائلة وماشاء الله عليك رح تقوم بهذا العمل لأنك أنت قد العزة وهلو كفو يعني بالعامية بس ومع ذلك بتلاحظ أنه أنت بلشان وبتتعب وبتزبط كل شي وهون وهون بتنسق وإداري بس بتلاحظ أنه الأفراد العائلة الثانية زي اللي ما لهم مش دخل يعني زي اللي حملوك المسؤولية وانسحبوا هذا الموضوع يعني رح يزعجك كثيرا يعني هو ما فيش غيري رح تنجبر أنك تقعد معهم تتناقش معهم بشكل مباشر وتكون شخص قيادي بمعنى الكلمة وتوكل لكل واحد مهمة يقوم بها ما شاء الله هذا تصرف رائع جدا اللي بتمتع فيه دائما مولود برج العذراء اللي هي الروح القيادية عن حب وإقناع هناك مبلغ مادي سيعود لك من عمل قديم أو دانة لشخص المبلغ لا بأس به جيد بس مش مبلغ كبير جدا بس أنت رح تكون سعيد فيه أكثر من الطبيعي لأنك أقرح عليك يا صديقي يا برج العذراء أنه أحد يأخذ منك أي شيء يعني زي ما أخذه غصبا عنك أو زي السلوب الصلبطة أو أنه ضحك عليك أو أشياء من هذا القبيل هذا الموضوع كثير بذائقك وبعصبك كثير فأنت هذا المال بس يعود لك رح تكون يعني مبسوط جدا لأنك كنت شايل همه وحاب أنه هذا المال يعود لك ومش للقيم المادية للمبدأ وليس أكثر اتقي شر من أحسنت إليه هناك شخص أنت محسن إليه كثيرا ودائما كنت ما تقصر معه بالعزائم بالأمور المالية أي شيء يطلب منك كخدمة كنت تقدمها على أكمل وجه هذا الشخص رح يصدمك ورح يكون النقاش بينك وبينه عن طريق هيك رسائل ورح تحسه زي بتعامل معك بأسلوب متعالي وانت أقرح عليك حدا يتعالى عليك وهذا الإشي صحيح من هو تيتعالى عليك أصلا هذا الموضوع رح يزعجك ويجيب لك الطاقة السلبية بس أنا نجيت لرأيي لما يتعامل معك بأسلوب التطنيش بالرسائل رد بعث له رسالة تحجيمية كيف يعني تحجيمية يعني زي بهدلة أو أشياء من هذا القبيل لأنه هذا الشخص عبارة عن يعني بحب يسولف أنا عملت هيك وأنا سويت هيك فكالتالي أنه يعني زي اللي بده يفرد عضلاته عليك صديقي يا برج العذراء أما خسى أنت شخص إداري جدا وقادر أنك تقلب السحر على الساحر بإذن الله تعالى هناك شخص كان فيه شراكة بينك وبينه بالزمنات يعني بالفترة الماضية كانت الفترة الطويلة يعني مش بالفترة القريبة هذا الشخص رح يرد يقترح عليك شراكة بينك وبينه هذا الشخص ممتاز جدا وإنت وياه ثنائي رائع وقادرين إنك تحققوا إنجازات أكثر من ما بتتخيلوا حتى لأنك بتكملوا بعض أنت شخص ذكي جدا ومحلل بارع ومخطط بارع وهذاك الشخص كمان عنده نفس الصفات اللي عندك وزائد إنه أنت دائما رأيك غير عن رأيه كيف يعني أنت رأيك غير عن رأيه يعني أي موضوع تتحدثوا فيه أنت إليك رأي وهو إليه رأي وإنت صح وهو صح فلما تتناقشوا مع بعض ابتصلوا للنتيجة اللي هي الصح الصح اللي بتدفع بالمصالح إلى الأمام هذا الشخص قربه منك كثيرا وقدم له الدعم الكافي ورح تشوف النتائج الرائعة جدا الملفتة للانتباه ستكتر من الأعمال الخيرية لأشخاص بستاهلوا يد العون وما رح تقصر محهم لا ماديا ولا معنويا وما شاء الله عليك حتى لدرجة بدون ما تحكي لأي أحد يعني رح تساعد هذول الناس وبدون ما عس مثال والله أنا ساعدت فلان أنا عملت هيك أنا عملت هيك وهاي قمة الأخلاق ما شاء الله عليك وهاي كمان تجارة مربحة مية بالمية أنت بتتاجر مع الله عزة وجل وبإذن الله تعالى رح يكون كل قرش بتحطه يردلك بمية وثق بهذا الحكي تماما لكمل يا أصدقائي يبدو في أحداث عندكو كثير جدا هناك حب قادم هو بالجزء الثاني رح أحكي يعني عن العاطفة بشكل مفصل بس هذا الشخص يعني معجب بك كثيرا وحاب أنه يتقرب منك أنت تشعر به أحيانا بس بتعمل حالك أنه يعني زي اللي مش منتبه أو اللي كاش تفتح له مجال بس أنت داخليا كمان مستلطف هذا الشخص هاي رح تبعف فيها يا صديقي يا برج العدراء رح تكون معا علاقة جميلة جدا مليئة بالحب والسعادة وخصوصا أنك يعني لما تحكي أنت ويا بتكون بقمة الارتياح والاستمتاع في الكلام لأنه بفهم عليك وانت بتفهم عليه وفي حب متبادل بينك وبينه للقائمون على عملهم سيكون المنتصف الثاني مليء بالأحداث الرائعة جدا وخصوصا بالأعمال الإضافية خلاف العمل الذي أنت قائم عليه في مشروع يدور في بالك وانت حاب أنك تباشر فيه على العملي وحان وقته بس نفس الوقت ووقتك ما بسمح بسبب الدوام تبعك اليومي حاول أنك تلاقي شريك مناسب إلك اللي يقدر يغطي مكانك لما تكون أنت مداوم وبخلال هذا الموضوع بتقدر أنك تطور من دخلك المادي وترفعه وتحقق إنجاز جديد دائما يا صديقي يا برج العذراء الأهم من الخطة شوي الخطة يعني إنه برنامج العمل خطة العمل التنفيذ الشخص يعني لازم يكون اللي بدك تشاركه اللي بتحكيله إياه ينفذه بحدا فيه وما يزاود إذا زاود إثق تماما رح ينهار كل إشي بأسرع من ما أنت بتتوقع وهذا الموضوع ما بدنا إياه يصير معك فكالتالي اتفق معه من البداية أنه اللي أنت بتحكيه ينفذه وبس فيه كلمة حلوة بتنحكى بهيك أمور اللي هي أصدقائي لما تحكي مع واحد زي هيك تكون عامل خطة ودارسها ومتأكد منها أنها ناجحة بإذن الله تعالى أول كلمتين قل له أنا عقلك مسامحك فيه بس اللي بقولك إياه اعمله والمسؤولية عندي ما عليك هيك هو بشعر بالارتياح وما عنده مسؤولية صار غلط عليك أنت يا صديقة برج العذراء بس بإذن الله تعالى كونك دارس الأمور من جميع النواحي ما رح يكون في أي أغلاط ورح تحقق إنجاز ملحوظ وتلفت الانتباه إليك الله يرزقك كمان وكمان أنت تستحق يا صديقة برج العذراء نلمش قائمون على عملهم وينتظروا فرصة عمل هناك بعض الفرص بس ليست في الكثير يا أصدقاء للأسف الشديد في المنتصف الثاني من شهر سبعة حاول إنك تستغل قدراتك وإنك أنت نفسك تعمل أمور تقدر من خلالها تحصل على مبالغ مالية لتطلع مصاريفك ونفقاتك اليومية وإنت قادر إثق بهذا الكلام دنك يعني يوم واحد بس بتقعد بتفكر رح تطلع بنتيجة إنك تقدر تحصل على مال بدون وظيفة أو أي إشي رح يكون يعني جهد شخصي منك كمشروع صغير بس ناجح طبعا يا أصدقائي كنصيحة في مثل حلو طبعا هو المثل أنا اللي بحكي يعني المثل شو بحكي فكر بخمس جروش بتربح خمس دنانير وإنت شخص ذكي جدي وإنت شخص ذكي جدا ومحلل بارع رح تقدر تفهم هذول الكلمتين وبإذن الله تعالى إن شاء الله إنك تمشي عليهم ورح تلاقي بواب النجاح أمامك ما شاء الله عليك وعندكو أحداث كثيرة جدا لنكمل يا أصدقائي نرى كيف الأحداث بإذن الله تعالى بسم الله هناك ترتيب لأمور زفاف وخصوصاً اللي عندهم شريك حياة مستقبلي طبعاً شو يعني شريك حياة مستقبلي يا أصدقائي يعني بكون في شخص متفق انتويا على الزواج بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الآجل الحظ بدعمك بهذا المجال بس ومع ذلك في بعض الأشخاص رح يحاولوا يخربوا هذا الموضوع بينك وبين الشريك بنظرة الغيرة والحسد الأشخاص اللي بحالفهم هذا الحظ موليد برج العدراء أنا رح أقرأ عاطفياً بالجزء الثاني طبعاً يا أصدقائي بس هاي الورقة أجد فلازم أقرأ لكم إياها حاولوا قدر المستطاع أن تقوموا الأمور بشكل سريع جداً لكي ما تفتحوا مجال لأي أحد يزرع فتنة وخصوصاً مع أفراد عائلتك وعائلته عشان يتم موضوع الزواج بخير وسلامة وإن شاء الله سيكون زواج صالح وتكونوا عائلة رائعة جداً بإذن الله تعالى رستحق يا صديقي يا برج الجوزاء بسم الله هناك ميول بسم الله الفرصة متاحة أمامكم لكي تنرزوا بمولود جديد وخصوصاً للمتزوجون والأغلبية الصاحقة رح تكون بإذن الله تعالى طبعاً والعلم عند الله كلها توقعات يا أصدقائي علشان ما تأخذوا كلامي غلط إنه رح يكون المولود أنثى رائعة الجمال مثل الوردة اللي مفتحة ما شاء الله عليكم وفي أشخاص من موليد برج العذراء باستنوا وبهذا الخبر على أحر من الجمر ورح يعم السعادة عندكم بالبيت ولجميع أفراد أسرتك الله يبسطك كمان وكمان وبتستاهل يا صديقي يا برج العذراء كل الحب والتقدير تزداد رغبتك في السفر إلى دولة أخرى حاب أنك تأخذ مغامرة جديدة خلاف الدولة اللي أنت فيها رح تحاول أنك تصنع بعض الفرص وفي ناس من موليد برج العذراء بالفترات القادمة رح يحاولوا يذهبوا إلى رحلة ترفيهية كسفر إلى دولة أخرى وفي أشخاص كمان رح يحالفهم الحظ بالأمور المهنية كعقود مع الشركات وفي أشخاص كمان من موليد برج العذراء رح يتعاملوا مع أشخاص من دول أخرى بس بأمور التجارة رح يكون في بناتهم شغل مشترك وأقوى الفرص اللي هي رح تكون الأشخاص اللي بيكون بناتهم أعمال مشتركة لأنهم رح يكونوا يعرفوا شو المناسب هذا يجيب لبلده وهذا شو المناسب يودي لبلد الثاني كالتالي بإذن الله تعالى رح تحققوا إنجاز أكثر من ما أنتم بتتوقعوا ما شاء الله عليكم أحداث رائعة جدا ومليئة بالمغامرات وما فيها أي سلبية لنكمل يا أصدقائي أنا دائما مولود برج العذراء بحب أقراله لأنه عنده أحداث كثيرة ودائما عنده الجديد ودائما يعني ما بعرفش يكون يعني عادي يعني تعرفوا شغله مولود برج العذراء تحديدا إذا كان قاعد لحاله بصير يحكي مع حاله أو بعمل قصة أو بعمل مشروع أو أشياء من هذا القبيل لهذا السببب ما بقدر ينام بشكل سريع لما يحط راسه على المخدة بقعد ساعة أو ساعتين وثلاث تا تخفى عينه لنكمل يا أصدقائي ونرى كيف الأحداث ستكون معك وبإذن الله تعالى سينال منك التعب والإرهاق الجسدي بسبب الضغوطات العائلية وحملوك يعني فوق طاقتك وانت جبل المحامل بس كل شي بزيد عن حده بقلب ضده حاول قدر المستطاع إنك يعني تخلي الأشخاص اللي من حولك يساعدوك بعدة أمور لكي تكون مرتاح وما في عندك أي تعب جسدي أو اكتئاب إنه لدرجة إنك تبطل تقوم بمهامك اليومية أو اندفاعك أو قدرتك في الكلام لأن الإرهاق الجسدي رح يكون عالي جدا عندك وبحاجة إلى يوم استراحة لكي تستعيد نشاطك وعافيتك تقدر تقوم بمهامك اليومية على أكمل وجه لنكمل يا أصدقائي بسم الله هناك شخص سيحاول سرقتك هذا الشخص رح يحاول إنه يسرق من ممتلكاتك مثل التلفون أو محفظتك أو أشياء من هذا القبيل هذا الشخص من الأشخاص المقربين جدا هو ما أخذ منك إشي بالفترات الماضية أخذ منك سرقة بالفترات الماضية هذا الشخص رح يحاول يعيد الكرة أنت ما عرفته بالمرة الأولى حاول إنك تأخذ حذرك منه وتدير بالك على أغراضك في مثل ممتاز جدا يا أصدقائي بتمنى أنكم تتعاملوا في حرص ولا تخون كيف يعني حرص ولا تخون يعني دير بالك على أغراضك دائما خلي عينيك عليهم محفظتك دائما بجابتك وبإذن الله تعالى هذا الشخص ما رح يقدر إنه يسرق منك أي إشي بإذن الله تعالى دائما أنا بتمنى لكم الحظ السعيد والقادم أفضل وأفضل بإذن الله تعالى لا تنسوني بالاشتراك في القناة طبعا يا أصدقائي الجزء الثاني رح يكون مختص بأمور العاطفية والدراسيا والصحيا الله يعطيكو ألف عافية وشكرا على استماعكو إلي لآخر الحلقة بتمنى إنه أقدر أفيدكو قدر المستطاع وأنا يعني ما بخلي من جهدي جهد إلا ما بقدملكو إياه وخصوصا في النصائح أنا أسلوبي غير عندهم كل الأبراج أنا بقول لك شو اللي رح يصير معك بإذن الله تعالى وبقول لك كيف تتعامل مع هذا الموضوع لكي يصير لصالحك وتستفيد منه لا تنسوني بالاشتراك في القناة وهم حاجة تفعيل الجرس ولا تنسوني في اللايك